أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من هواية الفلك في 10 دقائق سوف نناقش في هذه الحلقة طرق الفحص البصري لمرأة التلسكوب في الحلقات السابقة ناقشنا كيفية صناعة مرأة مقاعرة كروية الشكل من سطح مستوي من الزجاج في هذه الحلقة سوف نناقش كيفية تحويل السطح الكروي إلى سطح القطر المكافئ السطح الكروي عندما يستلم أشعة من مسافة بعيدة جدا يقوم بحني الأشعة وتجميعها وتركيزها في نقطة البؤرة إلا أن السطح الكروي عندما يعكس الضياء يعاني من الحيود الكروي حيث أن البؤرة تتجمع في عدة نقاط متتالية وليس في نقطة واحدة وللتغلب على هذه المشكلة فإن علينا تحويل الشكل الكروي إلى شكل القطع المكافئ أو ما يسمى البارابولا حيث أن السطح الكروي يقوم بعكس الضياء من المنطقة الداخلية للمرأة إلى منطقة أبعد من حافة المرأة وللتغلب على هذه المشكلة علينا إبعاد منتصف المرأة من بقية سطح المرأة لتركيز الضياء في نقطة واحدة ولكن يجب علينا القيام بهذه العملية بحيث يكون سطح المرآة متجانس وأفضل طريقة للقيام بذلك هو تحويل سطح المرآة من الشكل الكروي إلى القطع المكافئ لو قمنا بوضع نقطة ضوء في داخل شكل كروي مكون من مرآة من الداخل فإن الضياء المنبعث من نقطة الضوء في مركز الكرة أو ما يسمى center of curvature عندما ينعكس من سطح المرآة الداخلي للكرة فإنه سوف يعود إلى نفس النقطة في منتصف السطح الكروي أو ما يسمى center of curvature عندما نحول هذا السطح الكروي إلى القطع المكافئ فإن الضياء المنبعثة من نقطة center of curvature أو منتصف التكور عندما تصددم بالسطح القطع المكافئ فإن الأشياء الضوئية عندما تنعكس تعود ليست جميعها إلى نفس النقطة وإنما إلى مجموعة نقاط متتالية حيث الأشياء المنعكسة من منتصف السطح القطع المكافئ تكون أقرب إلى سطح المرآة من الأشياء المنعكسة من حافة سطح القطع المكافئ وهذا مفيد جدا حيث أننا سوف نستفيد من هذه الخاصية في تحديد شكل القطع المكافئ الذي نريد أن نشكله في سطح المرآة للقيام بهذا العملية سوف نستخدم الفحص البصري المسمى focal test focal test يتكون من استخدام شفرة أو موس أو حافة سكين تقوم بقطع الضياء المنعكس من صف المرآة نحن نقوم بوضع نقطة ضوئية أو ضوء نقطي من دايود في منطقة مركز التكوير للقطع المكافئ ثم نقوم بملاحظة الضياء المنعكس من صف القطع المكافئ عند نفس مستوى نقطة الضياء المنبعث ولكن سوف نقوم بقطع الضياء الراجع من صف القطع المكافئ بوسطة شفرة أو موس عندما نقطع ضياء المنعكسة من السطح المكافئ في نقطة قريبة من نقطة تجمع الأشعة المنعكسة من منتصف السطح المكافئ فعلينا تقرب من سطح المرأة أما إذا أردنا قطع الأشعة المنعكسة من حافة سطح القطع المكافئ فعلينا الابتعاد عن المرأة قليلا فبذلك عندما نقوم قطع الأشعة قبل أن تصل إلى نقطة بؤرتها فإننا سوف نلاحظ شعاء الملاحظة بالعين أو بواسطة عدسة كاميرا الكمبيوتر المستخدمة لنفس الغرض ولكن عندما تعبر إلى شعاء منطقة بؤرتها فإن الضوء الملاحظ سوف يلاحظ بصورة معكوسة لتحديد سطح القطع المكافئ المراد تشكيله علينا قياس نقاط انعكاس الضوء من سطح القطع المكافئ في خمس مناطب في المراية المتوسطة للحجم ممكن استعمال ثلاث مناطب أو زونز في المراية الصغيرة وهذا العدد من الزونز أو الأحزمة المنعكسة من سطح المراية يجب زيادته عند صناعة المراية الأكبر للوصول إلى عدقة أكبر في قياس سطح القطع المكافئ يجب علينا قياس بعض الأشياء المتركزة من كل واحد من هذه الأحزمة أو الزونز عن سطح المراية للقيام بذلك فإن الشفرة عندما تقوم بقطع الضياء فإن المنطقة الرمادية المتكونة على شبكية العين عند ملاحظة تضاول المنعكس أو على الكاميرا المستخدمة لملاحظة تضاول المنعكس هي المنطقة التي تمثل هذه المنطقة من الزون أو الحزام المنعكس أما المناطق المضيئة فتمثل مناطق الضياء العابرة قبل منطقة البؤرة أو بعد منطقة البؤرة لذلك الزون أو الحزام بمعنى آخر فإن الضوء المنعكس من منطقة منتصف التكور للقطع المكافئة فإن الضياء المنعكسة من سطح المراية سوف تتركز في عدة حزم في مناطق متقاربة من بعضها قريبة من نقطة إنعكاس الضياء في منتصف تكور سطح المراية للقطع المكافئة إذا أردنا صناعة مرأة متوسطة الحجم فعلينا قياس خمسة أحزمة من الضياء المنعكسة لقياس مركز بعد كل حزام من منتصف المرأة يمكننا استخدام المعادلة التالية نصف قطر المرأة مضروب في خمسة أرقام كل رقم من هذه الأرقام يمثل واحد من الأحزمة من منتصف المرأة إلى خارجها الحجام الأول هو نصف قطر المرأة مضروبا في 0.316 حجام الثاني نصف قطر المرأة مضروبا في 0.548 حجام الثالث نصف قطر المرأة مضروبا في 0.707 حجام الرابع نصف قطر المرأة مضروبا في 0.837 الحجام الخامس نصف قطر المرأة مضروبا في 0.945 لقياس بعد إنعكاس الضياء من كل حزام من هذه الأحزمة عن سطح المرأة يمكننا استخدام المعادلة التالية وهي مركز تقاعر الحجام يساوي R تربيع مقسوما على 2 مضروبة في نصف قطر تقاعر المرأة حيث R تمثل نصف قطر المرأة مضروبا في كل رقم من رقم الأحزمة المذكورة علىها وهي 0.316 0.548 0.707 0.837 0.945 إلى نقطة أن كاس الضياء من السطح القطع المكافئ في مراكز تقاعر كل حجام من هذه الأحزمة الخمسة ممكن أن تنحرف قريبا إلى المرأة أو بعيدا عن المرأة بمقدار يمكن قياسه من المعادلة التالية X يساوي 2 مضروبا في P مضروبة في R مقسومة على R حيث R تمثل نصف قطر تقاعر المرأة أما R الثانية المقسومة عليها فتمثل نصف قطر كل حجام من هذه الأحزمة من منتصف المرأة P تمثل 1.22 مضروبة في WF مقسومة على D حيث F تمثل البعد البؤري W تمثل wavelength of yellow green light أو طول الموجي للضوء الأخضر والأصفر المستخدم في عمليات القياس وهو 0.000000216 أما D يمثل قطر المرأة الكامل عند الحصول على هذه القياسات فنقوم برسم نصف قطر كل حجام من الأحزمة الخمسة The center of curvature أو منتصف تقاعر كل حجام من هذه الأحزمة أو نقطة تجمع الضياء المنعكشة من كل حجام من هذه الأحزمة ابتعادا من سطح المرأة بالإضافة إلى X plus and X minus التي تم حسابها وهو الانحراف الذي ممكن قبوله لإنعكاس كل نقطة من هذه النقاط عند كل حجام من هذه الأحزمة للقيام بتحديد نقطة منتصف كل حجام من هذه الأحزمة ممكننا استخدام ما يسمى بـ Everest Pin Stick حيث باستخدام عصى خشبية وبتحديد بعد كل منتصف نقطة حجام من الأحزمة من منتصف المرأة نقوم باستخدام مسمار معقوفاً حيث يمكن رؤيته بصورة أحسن ممكن استخدام مسمارين من كل حافة من حافة الخشبة ممكننا استخدام ما يسمى بالكاودر ماسك حيث ممكن صناعة الكاودر ماسك من الورقة المقوعة ممكن استخدام كالكوليتر الموجودة أونلاين سوف أضيف رابط الكالكوليتر المستخدم لقياس حافة كل جزء من أجزاء الكاودر ماسك نقوم بأخذ القياسات من سطح المرأة عند منتصف كل حجام من هذه الأحزمة بعد هي من منتصف سطح المرأة وأيضاً ببعد الضيار من عكسة من كل حجام من هذه الأحزمة عن سطح المرأة ومن ثم نستطيع بعد إضافة هذه النقاط المقاسة من الأحزمة الخمسة بإضافة هذه النقاط على الرسم الهندسي الذي قمنا برسمه مسبقاً لإيجاد إذا كانت هذه النقاط كلها تقاء ضمن الحجام المقبول لإنعكاس ضياء من أحزمة المرأة الخمسة إذا كانت الضيار منعكسة تبتعد من سطح المرأة هذا يدل على أن المرأة تحتاج إلى أن تقع عر أو يزاد من عمق ذلك الزون أو الحجام وذلك بحفره بصورة أكبر أو باستخدام أداة التلميع مرة ثانية لزيادة عمق منطقة معينة فإن أداة التلميع سوف توضع على أسفل سطح المرأة والمرأة على أعلى السطح ثم نقوم باستخدام الضربات معينة للقيام بزيادة من عمق سطح المرأة في مكان معين من المرأة أو ما يسمى بالW stroke الذي سوف نقوم بشرحه ممكن أيضاً استخدام برامز الكمبيوتر التي تستخدم كاميرا تقوم بأخذ صور للضياء المنعكسة من سطح المرأة ثم تقوم بتحليلها باستخدام برامج معينة ممكن نستخدام أي واحد منها مثلاً برنامج Figure XP يقوم بصورة أوتوماتيكية بعد إدخال البيانات المستخدمة والمذكورة علىه يرسم شكل سطح المرأة الحالي وكيفية تصحيحه بعد معرفة شكل المرأة يمكننا بصورة أسهل معرفة كيفية تصحيح هذا الشكل باستخدام ضربات الW stroke ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر